السلام عليكم ورحمة الله نبدأ للنهاردة محاضرة مهمة جدا عن دور البنوك التجارية في خلق النقود او في اضافة المزيد من النقود المعروضة في السوق خد بالك من نقطة مهمة جدا احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده وقلنا ان البنك التجاري يختلف عن باقي الوسطاء الماليين في ان هو بيقوم طرفي الوساطة كاملة من ناحية ومن ناحية تانية انه بيقبل نوع مهم جدا من الودائع اسمه الوديعة تحت الطلب الوديعة تحت الطلب دي اللي بيتم السحب منها باستخدام الشيكات يعني نقود مصرفية وتبالك ان الوديعة تحت الطلب دي هي دي اللي بتخلي البنك التجاري يساهم في خلق النقود طب تعالوا نفهم الكلام ده اكتر افهموا ازاي تعالوا نفهم الكلام ده لما نيجي نعمل مقارنة بين البنك التجاري وبين احد الوسطاء الماليين الاخرين هنجد الات ان البنك التجاري يتميز عن غيره من الوسطاء الماليين بقدرته على ان يضيف الى عرض النقود اخترنا واحد من الوسطاء الماليين الاخرين اللي هما مين اللي هو بنك اسمه بنك للدخار وقدامنا البنك التجاري تعالوا نقارن بين البنكين دول ازاي هيتصرفه في حالة ان ييجي شخص وليكن الشخص ده اسمه شخص الف ويقوم باداع الف جنيه وبعدها ييجي شخص اخر اسمه الشخص به يقوم باقتراض الف جنيه ازاي البنك الادخار هيتصرف في العمليتين دول وازاي البنك التجاري هيتصرف في نفس العمليتين دول تعالوا كده نبدأ بالبنك الادخار لما ييجي شخص اسمه يقوم باداع الف جنيه بنك الادخار هيعمل ايه هيفتح حساب ويسجل العملية هسجلها ازاي ركز معاي كالات هيقول انا جالي الف جنيه نقود ورقية هسجلها عندي الف نقضية في مقابل الف جنيه هفتح بيهم حساب خد بالك معايا حساب اسمه حساب ايه حساب الدخار باسم اني شخص باسم الشخص الف معنى ان انا فتحت حساب الدخار للشخص الف ده معنى ايه معنى انه لا يحق لصاحبها اللي هو الشخص الف التعامل على الالف جنيه دي خلاص ما يحقلوش انه يتعامل عليها قبل انتهاء مدة هذه الوديعة او هذا الحساب تمام يبقى ايه يبقى الشخص الف جنيه حطنا الالف جنيه في النقدية عندنا وفتحنا له حساب اسمه حساب الدخار والشخص الف خلاص لن يستطيع التعامل على الالف جنيه دي قبل ما مدة الحساب بتاعته تنتهي او قبل ما مدة الوديعة بتاعته تنتهي جيه الشخص بيه راح لبنك للدخار وطلب منه انه يقترد الف جنيه هيعمل ايه بنك للدخار هيفتح حساب ويقول له طيب انا هديك الالف جنيه دي بس هديها لك ازاي خد بالك معايا مش هيديله الالف جنيه دي في شكل قدورقية هيفتح له بيها حساب اسمه حساب وديعة تحت الطلب ويديله شيكات بقيمة الالف جنيه يتعامل من خلال الشيكات دي في السوق يبا هو هاتعامل في السوق بس مش بنقود ورقية مالبقى ايه باستخدام الشيكات تمام وفي المقابل خدت منه تعهد بالدفع ايه اللي حصل اللي حصل ايه ان الالف جنيه نقدية اللي دخلت في بنك للدخار تم التعامل عليها في السوق هي هي الالف جنيه اللي دخلت عندي تعاملت عليها في السوق الالف جنيه اللي دخلت عندي في البنك نزلت في السوق تعامل بخيمة بنفس قيمتها بخيمة الالف جنيه يبا ما فيش اي زيادة حصلت في حجم النقود المعروضة في السوق الف جنيه دخل البنك بالدخار تم التعامل في السوق بالف جنيه طب تعال نفهم الكلام ده اكتر لما نبص على البنك التجاري ازاي هتصرف في نفس العمليتين دول تعال نشوف اول عملية الشخص الاف راح البنك التجاري اوضع الف جنيه ايه اللي هيحصل هيحصل الات هيجي البنك التجاري يفتح حساب ويقول ادي الف جنيه حطناهم في النقدية بص بقى اللي حصل ان الف جنيه البنك التجاري فتح حساب وديعة تحت الطلب باسم مين باسم الشخص الاف عشان ايه عشان هو البنك اللي يقدر يقبل هذه النوعية من الوديعة اللي بيتم التعامل عليها بشيكات يعني افتح حساب وديعة تحت الطلب باسم الشخص الاف يعني بدي الحق للشخص الاف انه يتعامل على الف جنيه عن طريق الشيكات حساب هنا بنك الادخار فتح له حساب الدخار حساب الادخار ما يقدر يتعامل على الفلوس دي قبل انتهاء مدتها لكن البنك التجاري فتح له حساب وديعة تحت الطلب يقدر يتعامل على الاموال دي في ساعتها بس باستخدام الشيكات طب جه بعدها شخص اخر اسمه به عايز يقترض الف جنيه هيتصرف ازاي البنك التجاري هيجي البنك التجاري يفتح حساب وديعة تحت الطلب باسم الشخص به مقابل ان ياخد منه تعهد بالدفع ده معناه ان الالف جنيه اللي دخلت في حساب البنك التجاري تم التعامل عليها في السوق بكام بالفين جنيه الف وبه الاتنين هيتعامله على الالف جنيه دي عن طريق الشيكات يبقى الالف جنيه اللي دخلت عندي نزل التعامل في السوق بكام بالفين تاني بنك للدخار ايه اللي حصل الالف جنيه اللي دخلت عنده نزلت في السوق تعامل بالف جنيه يبقى مفيش جديد مفيش حاجة حصل لكن البنك التجاري الالف جنيه اللي دخلت عنده خرج التعامل في السوق بكام بالفين الف هيتعامل على الالف وبه هيتعامل على الالف والاتنين هيتعامله باستخدام الشيكات ده معناه ان البنك التجاري عنده قدرة على زيادة عرض النقود عنده قدرة انه يضيف لعرض النقود عنده قدرة انه يخلق نقود ليه؟ لانه عنده قدرة انه يقبل وديعة اسمها وديعة تحت الطلب بيتم التعامل عليها باستخدام الشيكات ده معناه ان انا لما اجي هنا اشوف ايه اثر عمليات الاقتمان اللي بيقوم بيها البنك التجاري واي نوع اخر من الوسطاء الماليين ايه اثر عمليات الاقتمان دي على مستوى الاسعار؟ هل هي بتختلف؟ ليه؟ لان البنك التجاري عنده قدرة يضيف للنقود عنده قدرة يضيف المزيد من النقود عنده قدرة يخلق النقود لكن اي وسط آخر من وسطاء الماليين ما عندهش هذه القدرة تعالا كده نشوف ايه اثر عمليات الاقتماني بيقوم بيها البنك التجاري واي من الوسطاء الماليين على مستوى الاسعار؟ اولا لازم نكون عارفين ان هذا الاسر بيتوقف على نوع البنك والغرض من القرد فلو جينا بصينا نوع البنك عندي لو هو الدخار فبنك للدخار ما بيسهمش في زيادة عرض النقود زي ما قلنا 1000 جنيه دخلت عنده هي اللي تم التعامل عليها في السوق عشان كده ان حجم النقود في السوق ماله سابت لكن لو بنك التجاري لا الوضع مختلف البنك التجاري بيساهم في زيادة حجم النقود طب ويفرن معاي؟ اه طبعا لما يكون بنك الادخار لا يساهم في زيادة حجم النقود يعني فيه سبات في حجم النقود المعروضة في السوق يبقى حجم الطلب على السلعة يبقى ايه؟ سابت لكن البنك التجاري بيساهم في زيادة حجم النقود يبقى حجم الطلب على السلعة هيزيد؟ طب تعالى بقى لو بتكلم عن ان الغرض من القرد او الاقتمان اللي انا مناحته هنا الغرض منه ان انا زود الانتاج يعني اخدت القرد ده عشان اجيب بيه ماء الدخام عشان اشيري بيه آلات انتاجية جديدة فده معناه ان القرد اللي انا اخدته هيساهم في زيادة المعروض من السلعة لكن لو الغرض من القرد تحويل ملكية يعني فيه مصنع موجود فعلا وبينتك وجه واحد اشتراه يعني اتنقلت ملكيته من الشخص الف للشخص به هل ده هيساهم في زيادة حجم الانتاج؟ لا طبعا لان المصنع اصلا قائم وبينتك يبقى لو الغرض من القرد تحويل ملكية لا عرض السلعة هنا هيكون ايه؟ سابت طب تعالى في اطار كل اللي احنا قلنا ده نشوف ايه الاصر اصر عمليات الاقتماني المقدمة سواء من البنك التجاري او بنك الاندخار على مستوى الاسعار ونبدأ كده اول حاجة اذا كان الغرض من القرد زيادة حجم الانتاج يعني ايه زيادة حجم الانتاج؟ يعني جانب العرض هنا هيحصل له ايه؟ هيزيد طب والطلب والله لو بتكلم عن بنك الدخار فبنك الاندخار ما بيساهمش في زيادة حجم النقوط وطالما ما بيساهمش في زيادة حجم النقوط يبقى الطلب على السلعة ايه؟ سابت لكن لو بنك تجاري فالبنك التجاري يساهم في زيادة حجم النقوط وطالما بيساهم في زيادة حجم النقوط يبقى حجم الطلب على السلعة هيحصل له ايه؟ هيزيد طب تعال نشوف في حالة قيام بنك الاندخار بتقديم قرد من اجل زيادة حجم الانتاج فالعرض بيزيد عرض السلعة بيزيد والطلب على السلعة سابت يبقى الاسعار هتروح فين؟ هتنخفض لان العرض اكبر من الطلب لكن في حالة قيام البنك التجاري بتقديم قرد من اجل زيادة حجم الانتاج فالعرض بيزيد والطلب هو كمان بيزيد بنفس المقدار فالاسعار هيحصل لها ايه؟ الاسعار هتبقى سابتة اما اذا كان الغرض من القرد تحويل ملكية طالما تحويل ملكية يبقى العرض هنا ماله سابت طب والطلب؟ لو بنك الدخار يبقى الطلب سابت ليه؟ لانه ما بيسهمش في زيادة حجم النقود في السوق لو بنك تجاري يبقى الطلب بيزيد ليه؟ لانه بيساهم في زيادة حجم النقود في السوق وفي حجم الطلب هيزيد يبقى اما يكون العرض سابت والطلب سابت يبقى الاسعار سابتة يبقى نقول الآتي اذا قام بنك الادخار بتقديم قرد من اجل تحويل الملكية يبقى في الحلقة تي الاسعار سابتة اذا قام البنك التجاري بتقديم قرد من اجل تحويل الملكية يبقى العرض هيبقى ثابت والطلب هيزيد يبقى هيحصل ايه في الاسعار؟ هتزيد عشان اللي احنا بنقوله دايب شي صح وعشان الالف جنيه تولد لي خمس تلاف والالف جنيه تعملي اربعة تلاف قروض فيه شروط او فيه عوامل مؤسرة ايه العوامل دي؟ تعالى كده هنبص على الجدوى اللي احنا كنا عاملين يعني الالف جنيه نقود ورقية دي لما انا شلت منها امتين جنيه وتبقى لي تمنمية جنيه نمرة واحد انا اقردت التمنمية جنيه دول طب تمام هل انت قد تضامن ان الشخص اللي خدهم هيوجههم كلهم لحسابه في بنكة جاري اخر؟ طب ما ممكن ياخد جزء منهم ويروح يستورد بيهم مواد خمم برة يبقى خرج خارج الدايرة دي خالص ممكن ياخد جزء منهم في شكل انخد ورقية عشان يصرف اجور العمال اللي عنده يبقى خرج خارج الجهاز المصرفي شرط اساسي عشان خاطر الالف جنيه تولد خمس تلاف جنيه ودائع او تولد اربع تلاف جنيه قروط ان ما يحصلش تصرب ما يحصلش تصرب للنقود دي خارج الجهاز المصرفي تاخدها من هنا تدخلها هنا تاخدها من هنا تدخلها هنا دي نقطة النقطة التانية نسبة الاحتياز القانوني هنا احنا فرضناها 20% طب ايه لي يحصل لو جي البنك المركزي بعد فترة خلاها 25% كل دي بوص يبقى الالف جنيه مش هتولد خمسة والالف جنيه مش هتولد اربعة تلاف جنيه قروط هيحصل هنا لخبطة طب حاجة كمان ايه لي يحصل لو ان الالف جنيه دي تاعت بنك الف بعد ما شال منها المتين جنيه نسبة احتيازي قانوني وعايز يقرد التمنمين جنيه دول بس ما لقاش طلب على القروط مستثمر اللي يجي عايز يختارد مش موجود او جزء جيه واحد جيه وقال هاخد ربعمية بس طب ربعمية تانيين مش عارف اصرفهم مش عارف اقردهم يبقى كل اللي احنا بنقوله ده باز يبقى عشان كده هناك عوامل بتؤثر على قدرة البنك التجاري في خلق النقود ايه هي العوامل دي؟ اول عامل عندي عدم تصرب النقود خارج الجهاز المصرفي يبقى مجيش تقولي انا هاخد جزء من الفلوس استورد بيها سلعة من بره يبقى الفلوس خرجت خارج الجهاز المصرفي النقطة التانية نسبة الاحتياطي القانوني لو البنك المركزي عالى نسبة الاحتياطي القانوني يبقى معناها ان حجم الاموال اللي انا او حجم النقود اللي انا هقدر اولدها او هخلاقها او هضيفها هيقل حاجة التالتة الطلب على القروض لازم تكون ضامن ان انت لما تيجي تقولي معايا فلوسة هيا عايز اقردها يلا حد يجي اقترد تلاقي الرجال الاعمال اللي يقتردوا او المستثمرين يبقى الثلاث نقاط دول بيمثله شروط مهمة جدا عشان انها عشان انها تأكد قدرة البنوك التجارية على خلق النقود وكده نبقى منتهينا من المحاضرة بتاعتنا ونستكمل ان شاء الله المحاضرة القادمة ترجمة نانسي قنقر